هذه السورة العظيمة كلما تأملها الإنسان انفتح له من أبواب العلم عن الله جل وعلا وانفتح له أيضا من أبواب العلم في هذه السورة كما تفضلت أخي أبو عبد الرحمن قبل قليل ما في مسلم ما يحفظ هذه السورة ما في مسلم لا يقرأها مرارا في كل يوم ولكن ليسوا على رتبة واحدة في فهم هذه السورة وفهم ما فيها من الحكم وكما قلت قبل قليل كلما ازداد الإنسان قراءة وتأملا وتدبرا انفتح له من أبواب العلم في هذه السورة شيء يقول كيف أنا عشر سنوات عشرين سنة أنا طالب علم أنا أقرأ في كتب التفسير أمر عليها أين ذهبت عني مثل هذه المعاني سيما إذا طبقها على واقعه على احتياجاته على أدواء قلبه أدواء بدنه ظهر له عظيم عظيم أثر هذه السورة وعظيم المنافع التي فيها ولذلك كما قال لمن من قيم عليه رحمة الله هذه السورة فيها شفاءين شفاء للأمراض القلوب المعنوية وشفاء للأمراض الحسية وهذا كما نطق بذلك النص عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم